بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد كم جمعة المؤطرات عندهم مشكلة تشجيل لسبة الحضور في الشهر الأول حصوصا أن كثير من المستفيدين تشجلوا حتى في اللخر معناه الأسبوع الأول كيف تشجلوا كيف سنفعل هذا المستفيدين طبعا ما يمكن أن نخليه الفارغ هنالقلينا الفارغة تحسب حال الحضور وما يمكنش نعمره لأنه بالغياب لأنه أصلا ما كنش حاضر وخصوصا أنه قدمنا التقرير على التقويم الشخيصي التقويم الشخيصي درنا فيه العدد للحضور العدد الغائبين العدد المسجالين إذري كيغس ما يكونش التعارض بين تقرير لشفتنا والحضور طريق الحل هو كالتالي عندنا مثلا أنا سجلت أول مرة عشرة سجلت أول مرة عشرة إذن كينا هاد الأسماء ما كانوش بتشجلي في اللول نديره للي هات العلامة باش فيما بعد ما غنحسبوه مش على سبيل مثال هاد الاسم حضر منهر اللول تشجلي منهر اللول حتى نهر التاليوم اللي عندي هو 31 أكتوبر إذن حضرت 13 حسة إذن شجل هنا 13 حسة الحضور الغياب صفر دائما كيحضرت والحضور 13 نفس الشيء بالنسبة لهذا النموذج 13 حسة منهر اللول تشجل الغياب وكذا ثم ما عدنا هاد السيد 13 حسة نفس الشيء لأن منهر اللول تشجل غير بالنسبة للغياب عنده 1 جوش 3-4-5 خمسة الغياب والحضور 1 جوش 3-4-6-7-8 إذن تمانية المجموعة بين 8 و 5 هي 13 لكن مشي والنموذج بحال هذا الشخص الشخص ما كانش حاضر حتى تقوم تشخيصي ما كانش حاضر حتى في الأخير جاء نهر 23 حسين تشجل لكن ما حضرش شجلتو أنا في اللائحة بدت شجلتو في اللائحة بدت كندل له الغياب حضر واحد يمين إذن بحال هذا شغد ندل بنسبة الحصاص اللي حضر هي واحد جوش لي ماشي حضر الحصاص اللي غانش شجل منهر يدخل اللائحة واحد جوش ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة اثم اثم اذا حصاص شهريان دل اللي تسعة هو اشي تلتاش تسع ايام منهر اللي تشجل لكن بنسبة الغياب واحد جوش ثلاثة اربعة خمسة ستة غياب ستة وبنسبة الحضر واحد جوش تلتة تلتة او بين ستة وثلتة هي تسعة تسعة الحصص تسيد نفس شي تسيد ما تشجل تلتة وعشرين بمعنى عندو تسعة الحصص انتظير عندو تسعة الحصص الحضر واحد جوش ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة سبعة الحضر تسعة تسعة جوش يعيد تسع بهذا الطريقة كأن نحسبوه في الله الخير هنجمع الطريقة معروفة نجمع هذا المجموع الشهري تلتاش مع تلتاش مع تلتاش مع تلتاش مع تلتاش مع تلتاش مع تسعود مع تلتاش مع تسعود الى witches نشوف مش حل الحصص شهري نجمع كل شيء هنا. طريقة نسبة الحساب معروفة. اذا النتجة النهائية بعد ما اكملت. لما تلاحظوا. 13 زائد 13 زائد 13 زائد 13 زائد 13 زائد 9 زائد. يعني عنده الايام هذا الشجل المتأخر. زائد 13 زائد 9. اذا المجموعة كامل الشهرية. هو انا اعطاني 184. ثم نحسبه الغياب. صفر زائد صفر زائد خمسة زائد خمسة. هذا الغياب. طفل الاخير اعطاني النتيجة. ثم نحسب الحضور اللي هو اساس اللي كنحتاجه احناه. ايش نحسبه? 13 زائد 13 زائد 8 زائد 8 زائد. وكذا. المجموع. اعطاني 151. اللي كندر. نحسبه 151. في مئة. ضربة في مئة. النتيجة اللي كنتعطينا. كنقسمه على ميو ربعة وثمانية. ميو واحد ومسين. في مئة. مقسم على ميو اه ميو ربعة وثمانية. اعطتني. اثنين وثمانية فاصلة صفر ستة. بعض الارقام. لكي يعملها اداء. اثنين وثمانية فاصلة صفر ستة. دوات طريقة الحساب ديال هذا الشهر. والسلام عليكم ورحمة الله. اه نقطة اخرى. في حالة الى المستشار. اعطي شي توجيه اخر. يقول لك اه لاخص دير هنا الغياب ولا مهم شي معلومة اه اخرى. كي يكون المستشار هو المسؤول المسؤول المباشر. اه لك. اه هو من اللي عنده الحقيقية يعطيك التوجيهات اللي جيدة من الادارة. اما في حالة مكان المستشار اه اه ما اعطي شي تعليق. قال لك اجتاد من عندك ولا شي حاجة. اه دوات طريقة في الحقيقة الصحيحة. والسلام عليكم ورحمة الله.